اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القانون نفسه هاي السلطة العسكرية والشرطة خليها تكتل هاي انسان عشاريا يقامونه وحتى الدولة ما تتزم له زين عيني فهاي النتيجة وإلا هو القانون وهذا محترم جدا محترم كل العالم محترم بس احنا لانه فاقدين القانون اللي يحمينه والسلطة اللي تحمينه نشوف احنا ناس زين مضطرين مضطرين لحمل السلاح يعني الاسلحة وسبب تفجيراتها والله هذا موضوع حساس حقيقة احنا ناس عشائريين عرفيين فاكو ناس تحمل السلاح ثقيل ثقيل بالمعنى الكلمة واكو ناس لا والله السلاح بسيط شون السلاح الابيض بس السلاح الابيض زيني ولا بس شي على شي السلاح مرفوض لا 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 اي السلاح مرفوض بس قلت لك مرات الانسان يضطر يضطر زيني ولا يضطر من الخوف اكو عصابات عصابات محترفة جدا احنا ناس الفساد واصل القمة راسنا ما استثناء ولهذا التال اعلام قاعد يشوف يعني ذاك اليوم ضابط شبير على بسطيات ناس على باب اللي بسطيات ياخذ رشا من عدهم شي اسمي هذا وهي سلطة امنية اذا المواطن شلون بعد اذا سلطة امنية توصل هاي مرحلتها زيني ولا اكو تعاون لو ما اكو تعاون ما يحتاج بس احنا هنا شنوة تقية ما نقدر نتحدث هو هس هي نص نص سلاعتها وهاي المساواتها اذا تاخذ السلاح كلها شو سوي اصير سلطة بكانوا السلطة زيني ولا بعد ما نحتكم للسلطة جدا سيئ حلولة ترقية سيئة هي له حلول جذرية من الاصل زيني ولا وهاي الحلول ما اصير ليش لانه احنا يعني الناس تابع لحزاب فاني متقوب حزبي ومتقوب عشيرته ولهذا ماكو حلول حلول الا منع يعني يام الله خوف هسا نمطل شي اخاف صير عركة عرس اه ازفة عرس صير اه اي شي اي شي مباشرة صار الرمي ايه واي احنا هسا اول تلبار حربك شي قاف طلقة طاحت على الواير كابل قطعة الكابل خلتنا بدون كهرباء ثلاثة ايام اه اجي طلقة مين غير مني غير احنا من مدينتنا قابل جت من غير مكان من عندنا وبينا هو يخلق المناسبة هو الانسان هو يخلق المناسبة يعني لعبة طوبة مو يمه برشلونة وريال هو يمه كظ المسدس تخلف 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 هذا هذا مظهر هذا الانسان هاتباو عليه اكو انسان عبارة عن كفر فارغ هو صحيح ماذا بس هو فارغ ولهذا قدامك هو انسان قدامك انسان يعني تعتقد انه سبب تهل المجتمع هو اساس ايه اكيد تخلف المجتمع شون نقدر تحل هذه المسألة ما تقدر تحلها لانه ماكو تكاتف من المدرسة لحد الشاب مو بيدك مو بيدك يعني انت يا ما ناس مثقفين حاولوا قراءة ما يقلون قراءة هاي القراءة جريدة قراءة هاي القديم تقلت جريدة عسانة عمر جاوزت بس انا شوفوا الناس ما اعتقدوا ثقافة جدا مو بيدك مو بيدك اشوف فاة ايجابية هكثر ما اسلبية اشوف فاة ايجابية بس بنفس الوقت بيه سلبيات هواي السلبيات من ناحية يعني عصاباتك وميليشيات لازم واحد يقدر يدافع عن نفسه خصوصا نظاهر الأخيرة تشرت تسليب التوكتوك أبو التوكتوك هسا ما يقدر يطلع إذا مو صفحته مسدس والدولة إذا حصرت الإسلاح واغضوه من عنده بعد ما يقدر يدافع عن نفس هذا الشخص من العصابات وميليشيات التارس الشارع هواي عصابات سلب وقتل ونهب أكيد لازم نظاهر لازم نحكي لازم نطلع صوتنا اليوم لازم إذا تسكي صوتك يضيع حقك يضيع لازم إحنا كالشباب بدورنا نظاهر نحكي ناغد حقنا بيدنا ما نبقى ساكتب البيوت ونبقى عدى ولا يتبوق منه وتنهبينه لازم وقف على أحده أبصر شي مثلا إذا شهيد يجي رمى ورمى عشوائي هو شهيد راح يروح به الطفل بري شاب شايب مرة إذا متخفاز إذا عرص صار إذا عراضة صارت إذا فات وهي حواد صارت يعني ينفوز المتخبي طلع يرمي يعني هواين تشغط بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس أو الإستقرام سبب الأسلحة الموجودة عند المواطنين استخدام غير صحيحة المسؤول على هذا الشيء ترجع للدولة الدولة عايفة المجتمع بحاله وما تحاسبه لازم قلت لك إذا تحصل إسلاح إذا تحصل إسلاح لازم نتوفر لهم المحتاجين نتوفر لهم أوكي أهناس أمان غير تفجير في مدينة الصدر كدس مال عتاد زيان إحنا وين الدولة؟ الدولة يعني غير تثبت وجودها الريد دولة قوية ما يخالف إحنا نريد نحصر السلاح بيد الدولة أو هاي من الزيانات يعني ونريد الدولة أن تفرض سيطرتها زيان نعم نعم يشكل خطر على المجتمع بصورة عامة يعني إحنا يوميا يعني مرنا معانات كثيرة من وجود السلاح بيد من كل دبة وهب فما يصير هذا عمي إحنا الناشد سحب السلاح من الجميع المسؤول عليها والله الأحزاب والمسؤولين عليها وجوه العشار بالأخص وهالي المناطق على كل واحد يعرف وجود تخزيل للأسلحة في أي منطقة بدون علم الدولة أن يخابرون عليه ويبلغون الدولة حتى نخلص من هاي هاي شاء الله خطرة عبوات وأسلحة وصواريخ هاي الدمر وهذا خير الدليل ما يجوز هو بنص المواطنين لازم يقول له بكان أن يصير بيد الدولة ضعف الأجهزة الأمنية هواي نعم السبب الرئيسي أنا من وجهة نظري إي وبالأخص هو الأحزاب إي هذا خاص للأحزاب هو مول الدولة إي هذا ما تابع للدولة بس تابع الجهات حزبية هاي الأسلحة تجي من أكثر من جهة وأكو يعني أنا قبل فترة العفو من رقصة أبو زهراء أنا قبل فترة رحت السوق مريدي أهنب المدينة الصدر زيان يعني علني بيع علني يعني بيع علني شتريت شن اللي موجود قد ناصبي كيسيم هذي أنا شفتها يعني وجميع الأنواع العتاد زيان فما أعرف يعني وين الدولة أنا أنا شدم وين الدولة ليش هذا البيع بالشارع علني هسه تريد تروح هسه أناك تلقم عارضين شي تريد موجود نحن دائما يعني نقول السلاح نفضل أن يكون حصراً بيد الدولة لي أسباب عدة يعني أولاً الانفلات ثانياً الأحزاب بدت يعني تجن الجماعات ممكن هسه يدزلون بأقرب شارع ويسقطوه أو يعني الفلاة أمني راحت ناس ضحايا هواي من هذا السلاح أما السلاح من يأتي السلاح كل دول الجوار مفتوحة على العراق واصبح السلاح بالعراق تجارة تجارة وتجارة يعني رائدة وتجارة مكشوفة حتى للدولة لأن الدولة عاجزة هناك تدخلات بالوزارات هناك الأحزاب سيطرت على الوزارات كل وزارة يأتي من الحزب الفلاني هو طبعاً أكيد راح يدافع عن حزبه وما يخلي الناس اللي منفلتين أو غيره وهناك أكو ميليشات خاصة أكو ناس تشتغل يعني على شكل جماعات إحنا نريد الأمان يسود هذا البلد ونسأل الدولة أن لا تأتي بس للفقير يعني تقدر بس على الفقير يعني مثلاً بالضبط بالتأكيد يعني أكد على رئاسة الوزراء يعني مثلاً إحنا ناس فقراء قاعدين هنا بهاي الأرض أكو ناس قبلنا قاعدين موجودين ناس من البعامر وغيرها قاعدين من السبعينات من الـ 74 وكانوا عقودة من الدولة بهاي الأرض زيان واجينا إحنا من صار السقوط سكننا بيها القاع وقاعدنا وكملنا أولياته حسب القانون على أساس نمتلك هاي الأرض أما كواقع حال أو إيجار لمدة 25 سنة ما نتفاجأ إلا تجينا محكمة الأعظمية وتضرع بالقاع وتريد الشيء لهاي العالم الفقراء هاي لا لا بعيدة هاي هاي القاهرة سميها هاي مدينة القاهرة هي مسافة يعني هي طبعا هي المدن متداخلة يعني بيناتنا بس القناة متداخلة بين الشعب بين مدينة الصدر بين القاهرة يعني هاي المناطق هي متداخلة إحنا من ضمن منطقة القاهرة فإحنا نلتمس السيد العبادي رئاسة الوزراء السيد مختدى الصدر السادة المسؤولين السادة الوطنيين أن يخلصون هالناس هاي الفقراء من شغلة المحكمة أراضي هواي بالعراق موجودة أراضي يعني احنا نريد الدولة تباوع للفقير احنا يعني هاي الدولة وبصراحة يعني شلون نقول نقول ردناها خير بس ما طلعت خير بصراحة يعني دولة المفروض تباوع للفقير تفكر بيه 24 ساعة يعني هاي الأسلحة يعني الأسلحة هسا بالشارع مثل ما قال الأقل قبل المتعدث قال أنا رحت المدينة الصدر ولقيتها كل شي وباع احنا ما نقول يعني الأسلحة هاي من مدينة الصدر لا يعني لكن أكو ناس تدعم هاي الأسلحة أكو يعني ما معقولة أنا أجيب سلاح وشهرة بالشارع وبيعه غير أكو ناس متنفذ لهذا الشيء فإحنا إن شاء الله يريد جهود الدولة أولا يكون السلاح حصلا بيد الدولة وإحنا مع هذا القرار مع رئاسة الوزراء مع وزارة الداخلية بحصر السلاح والمدافعة عن الفقير ويباعون لهاي الناس الفقرة تريد الشيء لهم المحكمة الأمان دائما القانون دائما كل ما يصير القانون أعلى ويفرض نفسه تحت هاي الشغلات اللي هي يعني نابذة ما مرغوبة يعني شغلة السلاح لما أنت توقف ينزلون لك فد أربعة مسلحين ويقلون لك إحنا القانون مو الدولة القانون يعني هذا شنو هذا هذا انفلات يسمون فلات فهذا ما مقبول المواطن العراقي تعب أولا حروب صار أربعين سنة العراقي شن حروب وأسلحة كفانة هاي الحروب كفانة الأسلحة احنا ناس نريد نعيش مستقرين يعني أنه حق على الدولة كل المواطن إلى دار وإلى سكن وإلى أمان وأمين وعائلته تطلع براحته وتجي براحته وهذا هو هذا مسئولة الدولة مو مسئولة المواطن ما يفيدكم غير الفقير لا يفيدكم حزيب ولا يفيدكم غيره المواطن الفقير هو اللي يفاتكم وشفتوا هسا لو ما يطيكم خوات الفقير كان أنتو بالزبايل شكرا جزيلا جانا تفاجأ بهذا الموضوع لأن ما تعرف مدني شاء الجو البنطرون حاط له مسدس ما تعرف يعني السالفة شنو ما حد جاي يفتهم تحات شي يقول لك أنا بالعصاب تحات شي يقول لك أنا بدر تحات شي يقول لك أنا استخبارات وإنتا ما تعرف من أي جهة يعني قبل فترة أنا جاء ألتحق بالنهضة ما حجز غير واحد مدني أنا عسكري مدني جا حاسبني أخي خمر رخصتك جربية منيدي تلأخي خلعه في التمنيين يا جهة أنت قال لحنا استخبارات تلأ استخبارات مو هي شي تلأ مو هي شي النابة قال لطيني باجك جا طي أنطي باجي ما كو مشكلة قلت لأخي راويني باجك قال لطيني باجك فمن جا راوي الباج هو السواء طلعت المحفظة أنا يعني ما كويش قبل أحنا قبل يعني أبهاتنا موجودة يعني هذا الشيء كلنا نعرفه يعني يقول لك بالاستخبارات ابن المنطقة ما يدري بهذا وين يداوم بأي جهة ما أحد يعرف وين ما وين هسا ما تعرف السلاح يعني حشد سامح حتى بالبلدية تنقي شاء لمسدس ما تعرف والله بعد الله يدري هي شي أكيد شي أكيد مو خمسين بالمئة بينما مليون بالمئة لأن الدولة عندها علم ب هذا الشيء العفو هو هذا احنا نقول الدولة كلها تتحمله ليش لأن ما فارضة سلطة القانون الدولة اليوم من تفرض سلطة القانون تفرض سلطة القانون على الجميع إذا كانت أحزاب ميليشيات تهريب تجار إسلاح تجار مخدرات اليوم إذا الدولة ما مسيطرة على هذا طبعا يصير هذا الوضع المخدرات حتى إحنا هسا أبصد شي هذا اللي بهاي العيد هسا شوف إحنا شقدت طينا ضحايم للأطفال بسبب هاي اللي أكثر من مرة قالوا راح نمنحها زي لهم إذا تاجر ما يقدرون يمنعوه هذا يجي من الصين ويجي من إيران أو يجي من غير دول للعاب الناري للعاب الناري ما للأطفال وما يقدرون يمنعوها أصلا هسا يمكن أنا هسا هاي شخص عادي هسا لو يطوني سلطة هسا أنا خلال يومين صدقني ما أخلي واحد تطلع على المحلات اللي يبيعه واللي مستخدمه واللي هات أخلي قانون غرامة أبد بالغرامة غرامة خمس ملايين على كل من يبيع الأسلحة ما المواطن لا السلاح بيد الدولة بس ولا بيد المواطن لا إحنا نرفض لأن إحنا هم نخاف على عوائنا على بناتنا على عرضنا إحنا إذا صار بيد المواطن هاي بعد على أي حجاية ماكو أي كلمة طلع السلاحة وضرب زي إحنا هاي منطقة كاملة ما عندها السلحة هسلوا الدولون بالبيوت ما عندنا يعني وحنا نرفض هذا الشي والله اللي سواها وبدأ هاي التأييد يعني هذا إحنا نأيد الأسلحة خارج البيوت بيد الدولة بس هي بيد الدولة هاي الحقيقة يعني مو تشي تصوير واحد شي هو من صارت بيد الدولة بعد مصر مشاكل برا أي فإحنا يا ابن العالم يردوننا يسقطون جناصين أهلا وسهلا عدنا ذنات عدنا عرض بالشارع ما عندهم ما نعيد ببونهم بالشارع لا لا ما نأيد إحنا نأيد السلاح فقط بيد الدولة اي فهي كلها يعني ظاهرة غير حضارية أكيد الدولة مسؤولة عنه اي فالمواطن ما ندخل بهذا الشي هسه هي كلها بيد الدولة احتاركين التفجيرات هاي داعش اللي هسه رجع زين رجع التنظيماتهم موجودة يعني الحد البارحة هم ماتين ما أخذين الرعاة من الأراضي زين يعني انتم هستلتفتوا على ذيت عوفونا لا رايدين رواتب لا رايدين خدمات لا رايدين كهرباء لا رايدين منعدكم شي بس عوفونا بحانة خلينا قاعدين يعني هسه هي آخر مطرة آخر مطرة خطية والله هنا أنا مرعدها أربع بنات غرق بيتها خلف الله الشباب طبوا نشوفول هيا وستدولها المجاري شون إذا نبنا هسه وين نرح ينطلنا بديل أهلا وسهلا ما ينطلنا بديل والله ما نطلع هنا لو ما أدر منو يجي زين والله نتكتل وما نطلع لعدل من هنا كدفعون والدنا عليهم هم قاعدين على التبريد وإحنا هنا أبهاتنا مصموطة ترى والله أحسن خطوة أحسن خطوة لأنه صارت مشاكله هواية قاموا لي على موت طفل على موت طائرة على موت كل شي يسحب سلاحة ويعركه هو الجيران ولكنه جيران صارهم 70-80 سنة مهات السنين جيران على موت كل شي يطلع بندقيته ويضربه الجيران إذا صارت لعبة قمنا ما نتمنى المنتخب يفوز قمنا ما نتمنى المنتخب يفوز يخوف فرحة هاي المنتخب العراقي من يفوز قمنا ما نتمنى بالفوز المنتخب لأنه طلقات اللي مع الرئيس يرمي المتعارك يرمي الفرحان يرمي اللي حزنان يرمي يعني ما تأذينه خطوة السيدة الله يحفظها ونتمنى القوات اللي تدخل تدخل من غير مكان يعني مثلا نحن الرصافة القوات اللي تدخلنا قد تدخل من الكار تدخل محافرات تأثيره كلش قوي ومشاكل كلش يعني نحن اليوم بالرصافة بمدية الصدر عدنا عدنا أخت عارك ويا أخوك تلا خلاص قبل حوالي ساعات يعني بالعشر الصباح وإحنا حاليا بالخمسة العصر هنا بمدية الصدر بسوق العورة تحديدا يعني عدنا عدنا المناطق السبعينات أنواع السلاح موجود الشباب بياناتهم تعاركوا على بكل أعتقد على غده ما عرف على شنو جاب مسدسة كتل أخو الله شاهد الله شاهد أنا يواقف عليها طلقها بصدره وطلقت هنا برأسه على شنو لا يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية الدولة الدولة لأنه مننا صار الإسلاح هنا وهنا ودولة ضعيفة وحكومة ضعيفة وماكو تجديد ماكو رقابة حسنا السيد قال حصر السلاح بيد الدولة أكو تفتيش كل العالم هسا تهيئت مني صرع عندنا تفتيش بقطع 33 أب 33 ضم مسلاح بقطع 70 زيان مني طبول 33 كشو ما يتقول ليش نريد قوة من غير مكان على مودي القوة من الطب إحنا قبل حوالي أربعة تشريجة وسيلولي بالباب عندك سلاح قلت لهم لا راحوا هذا مصحيح مصحيح هذا لأنه قوة تفتش وبالأخص إذا كانت وياهم أكو شرطيات عندنا بزارة الداخلية تدخل خافك وغرفة بيها نساء تدخل تفتش الكنتور تفتش جوات شرباية تفتش كل مكان أحصن خطوة هاي مالسلاح بإيد الدولة إحنا نرتاح وعشائرنا الله يسلمها هم ترتاح لأنه صارت ماكو سيطرة رجاء تيبير معقل يطلع وياك الساعة ما يعرف على حق الباطل يطلع وياك والدنيا مقلوبة زين الصرعار كأنواع السلاح يطلع أنواع السلاح يطلع إذا كانوا التفجير ما لم يدد تصدر الحمد لله وشكر حتى صواريخ يختلعات ما أعتقد يواجه صعوبات لأنه إذا صار قانون وصار الدولة قوية ما أعتقد يصري صعوبات لأن كل هال 3-4 الشعب أو نصف الشعب يريد السلاح بيدي الدولة الصح السلاح بيدي الدولة مثل ما كنا عليه قبل السبعينات والثمائينات ما أكو سلاح بس بيدي الدولة مصحيح هذا السلاح يعني أنا أخلي السلاح بيتي يجي طفل يلعب بي يسير التفجير مصحيح إي إطلاقات إطلاقات النارية إحنا مرتها الأعراس مرتها كل الشعرات مرتها والله بالنسبة ظاهرة السلاح السيدة الله يحفظه من قال السلاح لازم يصير بيدي الدولة هي هاي ظاهرة أحسن ظاهرة السلاح لم يصير بيدي المواطن المواطن هو أصلا تعبان تعبان من الحروب تعبان منها ويصير بيدي أسلاح فالسيد الله يحفظه يعني طبعا ينتهي البلد البلد ينتهي فإذا السلاح صار بيدي المواطن صار أضغابه وهت تشوف المدينة المدينة يعني ما تسولف لك واحد ما تحجي لك رأسا بندقية ورماك أريد المواطنين والشعب أن لا يستعملون هاي الشغلة كلها عشوائية وتأذي العالم وتأذي المواطن الفوز وهي يفرح الفرحات يعني غير الطلقات ما سبب أحد ها شلو السبب أمام للدولة هاي الدولة كون حاصل السلاح بيتها ما حد يرمي واليرمي يروحون للبيت يحاسبونه وما حد يرمي ما حاسبة ماكم ها طبعا منتسبين بالدولة إسلاحة ويفتر ومطلعة منها ويفتر بي ما يصير هايش أنت هذا وقت دوامك أحمل السلاح أنت مو بالشارع مواطنين تمشوا عالم وشايل إسلاحك مو أنت هو مال الدولة الإسلاح هو مال الدولة بس هو نفس الشي يعني شاي مفروض أضمه مو هي مشكلة حزابه هواي وعلى وقت الدوام تروح الداع أنا أشيله حفاظ العائل نفسك وحواي صارت مثل هاي الجنايس هاي عراضة ما شيربون اطلع العالم وحواي كتلت هاتوا ناس راحته بريابي سحنا ليش سخطت كعام مية نحتي بس المدين هس هنا المدينة باوع لها بس إحنا مشاكل وإسلاح وش اسمه ما أكو دولة ما أكو هنا ما أكو رقيب ما أكو عائب يعني فوضى تباوح سيارات مضلة لتفتر ما تتعارب كلها حزاب وش اسم ما أكو واحد يحاسب طبعا أول شي يصير انفلاة أمني يعني يصير كل من يأخذ نقول شون ثارابيدة وهذا غلط لازم أول شي يتمثل القانون القانون فوق الجميع مثل ما يقولون طبعا مضارة هواي يصير تصرف شخصي كلما يشغلها ثار مثل على سبب بسيط يطلع السلاح ويدور غير يعني يسوالي فوفتشي طبعا 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 هاي أثناء المناسبات يعني وتشوفون يعني انتم معلامين تعرفون أكو الطفل ينصاب ومرأة وشيخ منها يطلق العيارات النارية الخاطئة والله يعني يعني ما من نقدر ما يعني ما من نحرف الحد الان شنية وقاعد يعني الوزارة الداخلية ما أخذ إجراءات والحد الان ما ما أعرف الموضوع الحد الان وهو الصحيح هذا السلاح بيد دولة يعني إذا بيد المواطنين فوضى يعني فوضى يعني السلاح يعني يجي على كل شي يعني جار أربعين سنة خمسين سنة ما يعرف ولا هو جار يعني أزيد من الأخو يعني أخوك مثل تلقاب البصرة تلقاب الأعمارة أصير حتى الناس النوبة دع يقول الفريق ما ما يفوز يعني بس يفوز يصير هو سقيية يعني بكل شي ما يصير والسلاح يعني خاصة أن بيد الدولة أحسن ينظاك اليوم صار انفجار عشرة ما يصير من تأذة العالم محد إجاه ما إي هاي الأحزاب يعني هاي لكل الأحزاب لو بيد الدولة على قولتك أنا أحسن طبعا أنا أحسن أقل عركة ورجع طلع بندقية وقام يرمع لي وكتلة أقل بيت بندقيتين ثلاثة ما يصير أي وهذا هنا كتل أخو هاي اليوم هاي اليوم الصبح ما يصير ما يصير يعني أقرأ يا بيت تريدي بندقيتين ثلاثة بيد الدولة أحسن أحسن ثم أحسن ثم أحسن موسيقى 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 والله حصر السلاح بيد الدولة يعني واجب من سيد مغتدى يسلم بيد الدولة لأن هاي العالم قامت تتعارك بالسلاح وصير مشاكل وعنصريات وكلها كلمة كاذ مسدسة هنا ويفترون على هاي العالم الفقرة وأكو بيهم ناس تعبانة تعبانة وبيتها سلاح لزمة سلاح فراح شيسو هاي هذا تعبان شي سوي لو يروح يسلب لو يروح فدي يسوي مشاكل يعني عنصريات يسوي شغلات موزينة فالريد من السيد سيد مغتدى الصدر أن يخلصنا من السلاح هذا بيد الدولة وإنت ثانيا إنت إحنا هنا منطقة سكنية ثانيا إنت منتجيب اسلاح هنا وتحطه فتميز صاروخ وتحطه أو بجامع أو بحسينية يعني إنت دمرت لك قطاع كامل بالأكملية إنت ذا تريد أكو معسكرات مثل حدودية مكانات بعيدة تخليها عن حوالي السكنية وهاي أحسن مبادرة من سيد مغتدى الصدر أن يخلي السلاح بيد الدولة وهاي التشماحدة هنا الأفصلة يكون كلها السلم مو بس يعني شي معني إحنا نريد من العالم ويوصل صوتنا ورحمة على والدية كام أن السلاح بيد الدولة أفضل لأن تسوي لك مشكلة تجي الدولة تأخذك هسا العالم إنت هنا قاعد يسوون مشاكل أو بالليل رمي أصير يعني شغلات لا نقدر ننام إفلان تعارق قبل بيده مسدس طقه كتله يعني هسا إنت هايب هاي يدربونه أخو يكتلوا أخو هايب هاي كتله بدون سبب عالم ماكو دولة هيش مشكلة مشكلة بسيطة تنحل فس السلاح هو هذا السبب المشكلة لو مسدس ماكو أن العالم الصالحة وكل شي يرجع من مكانه فنرجوه من هاي القناة أو قناة أو أخبارية أن السلاح بيد الدولة إحنا أفضل لنه وهاي مبادرة يعني أحسن مبادرة من السيد مقتدر الصدر حفظها الله ورعاه وإحنا نشكر هاي القناة الموقرة وتوصل صوتنا لهاي العالم التعبانة والله العظيم ملينة بيد الشعب أن يثور هاي العالم ما لازم أسلاح ولزمته راح ش تسوي ش تسوي يعني أنت ما لازم أسلاح وشفت أسلاح بيدك أو المقابلك المقابلك ما تقدر تحاجي يعني إذا جاب لك السلاح تجيب السلاح تتطور هاي الشغلة فإحنا ما نريته عمي هاي العالم كل من يمشي الوحدة ماكو يعني عالم تعبانة ماكو شباب تتجمعوا هاي ماكو كل من يعشي بشكل إحنا ماكو حياة معدومة والله العظيم ماحد يعني تقعد يمه ويفتهمك هاي العالم تعبانة يجي منك يجي يعني باوع عليك شون الوحش ما يفتهمك وين أكو هايتي حتي ماكو هايتي حتي لو أكو هايتي حتي ماصرنا بهاي المشكلة ماصرنا بهاي المشكلة مايصير هايتي مايصير الدولة شايا الدولة مسؤولة عليها شايا هي يا الميليشيات مسؤولة عليها هي الميليشيات كيف عتها سلاحة تبيع بي والتاجر مايصير مايصير هايتي احنا كلمين يعني زين انت مسدس اكو 14ات 14 ونص اكو يعني شيني ماكو ماكو مسدس هايتي يرمي ماكو هالمسدس اللغة عد واحد من الجهال هاذ المسدس هاي شيني شعدك يكظه يرمي انا ماعرف له عمره 40 سنة ماعرف أسعبه لينمحترم نفسي هاي العالم ماكو يعني الابو لا يسأل على ابنه لا يقله عصابات الصير اذا انت ما تسأل على ابنك وهذا ما يسأل عليه عصابات الصير الناشد الشعب العراقي يضط السلاح كله للدولة ويظل بيد الدولة ما يظل بيد الشعب لا ظل بيد الشعب صير هيته وكل من يكتل أخو يظل علمو شغلة صارت يمنى على طير واحد كتل ثاني يعني اثنيناتهم وهم وكانوا اخوان اثنيناتهم كتلوا اخوانهم وعلمو الطير يعني المفروض من المواطن يساعد الدولة أو يساعد الجيش العراقي يضط السلاحه للدولة المتضرر الوحيد هو؟ المتضرر الوحيد احنا الشعب العراقي البائس منتهين من كل شي والثاني شي اناشد باسم الشعب يصير انه تغير من قبل السياسيين التغير يشوفون المواطنين وحاجاتهم كيش يمر يدمنعتهم بس حاجاتهم الثاني شي خنشوف الدول الخارج خنشوف احنا الدول ونطبق ما نطبق البوق أو الحرام أو السلب أو القتل لا نطبق الحلال اللي يرضى بي الله ما نكتل جارنا أو أخونا أو هذا على موضع شي ما يسوى لا ما يصير من الدولة لا طلع لك برلمان وقال لك السلاحة وهاي قال لك برغلط لأن يطلع السياسي يهدد يقل لك أنا أبو الخلايا النائمة ولا حسوه هيت ولا حسوه هيت ايش معنى الانفجارات ايش معنى الانفجارات تصير بكل مكان ليش ما تصير بالخضراء والخضراء هي أساس الأرهاب كله والله شي حلو صغير كون الطبقة يعني شي يكون أكو أمن أمان يعني عمود تحصر السلاح بيد الدولة الشي يأكيد يعني الأبرياء هواي عالمت يعني واي يعني صوبة واي هاي شوبة وهذا صغير بس هذة جيران هم مولد دعا السنة هم يجه تابل بجدفة هدى حارو وعافو وهي شي قالوا بس نسوي لعملية هم تسقط رجلة تسقط عيدة العفو طبعا إذا صار سلاح بيد المواطن يعني راح حصي ضحايا عندنا هواي ناس نكتل ناس موت ناس ما راح تعيش بأمان لأن ما دام سلاح موجود وإذا سلاح منفلت وإذا سلاح تم سيطر عليه راح يكون أفضل وأحسن مسؤولي أنا أعتبر المسؤولي الكامل هي على الدولة لأن ما كو قانون ما كو قانون هو ينظم حياتنا حاليا قبل إحنا كانت أكو قانون قوانين هسه حاليا ماكو قوانين يتنظم الحياة وضعية منفلتة ولذلك نحن نطالب بأن يكون هناك قانون وهناك سلطة وساقه هاي نظافة ماكو وهاي الجزرة شوفوا شون محتلية احتلال وفتح السايد الثاني هذا أهم شي هذا وشنون الوساقه هاي اللي موجودة هذا مجتمعنا احنا بالذات مدينة الصدر مجتمع عشائري بيدقة عشائرية بشعب مسلح تقريبا 90% فأكيد إذا صار القضايا عشائرية يصير هذا الرمي وإحنا نريد نسطط القانون والدولة وسماحة السيد هو اللي حلال المشكلة طبعا نحن نشد على يديهم ونساعدهم بهذه القضية ومستعدين نقدم كل المشورة ومستعدين أن نتعاون إياهم أكثر ما نستطيع مضارة يعني مضارة رح حصل قتل وقتها نعم الناس تقاتل بيناتها إذا بقد سلاحتها يعني أي شيء معروف إحنا هاي الأمور السلاح موجود ومنفلت طبعا الصباح عصبية القبلية والعشائرية والحالة النفسية أكيد هاي 100% ها نعم قبل فترة إحنا بنطقتنا جيراننا جت تلقى على شخص على ابنية ضربتها بيتها ويتغسل بقصر بطن البيت يعني داخل البيت زين ورحم طلاحها بعملية وماليون دينار يالا خلصها بالتالي لازم نحصل السلاح بيدي الدولة شرط أساسي وتم السيطرة عليه لليوم لدينا أقوى السلاح والعقل ليستخدم في فضل النزاعات بين العشائر أو بين أفراد المجتمع الواحد أما السلاح يستخدمون قسم من بعض الأفراد هم وجهلة متخلفون ومنفلتون وغير منضبطون مثل ما حصلت الكارثة في مدينة الثدر قطاع عشرة لعصابات أرادت من وراها تدمير مدينة الثدر في قطاع عشرة ونقول اليوم مثل ما أكد السيد مقتدى الثدر قال بالحرف الواحد تسليم السلاح دون نقاش تسليم السلاح دون نقاش لكي تبقى البلد عاما ولكي نبني مجتمع يؤمن بهذا أما السلاح هو سلاح تخويفي وارعابي وارهابي للناس حتى أدخلوه في الانتخابات وارعبوا الناس وارعبوا النساء وارعبوا الأطفال وارعبوا أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب وما إلى غير ذلك فيه مضار كثيرة جدا أولا عندما يحصل رمي عشوائي تسقط إطلاقات على بعض النساء والشيوخ والكبار والأطفال وهم في داخل منازلهم آمنون طبعا حصر السلاح بيد الدولة هذا دستور قانون إدارة الدولة يجب تكون الدولة هي صاحبة السيادة والهيبة الكاملة على ذلك أما من نسبة زي أسر عندك فرح ترمي أو أطلاقات أو ما غير ذلك هذا يعتبر عمل جبان غادر لبعض الجهلة والمتخلفين وقاطعوا الانتخابات وزوروا الانتخابات كل بفعل السلاح المنفلت نقول لشعبنا اليوم وخاصة الشيوخ العشار الكبار والشرفاء نقول لهم أضبطوا أولادكم لأن المسألة فاقت عن التصور نحن عندنا ضحايا من قبل داعش وعصابات داعش تكملونها هنا بضحايا أخرى نحن أبناء شعب واحد بحاجة لقدرة دم المسؤول هو الدولة الأول الأول والآخر والأجهزة الأمنية خاصة غير من ضبطة وتقوم بعملية مجاملة الكتل السياسية لا تخاف التقاد عسكر طب أضربوا يد من حديد كل العصابات أولا نحن بالنسبة لنقول عندنا شغلة واحدة مهمة جدا العشائر ورؤساء العشائر هم يعتبرون صمام الأمان للمدينة أما باقي الأسلحة اللي تقول هاي جهة الفلاني السين وهي الصاد كله كذب والدعاءات كل هؤلاء بالنسبة للعصابة طلق رقم مالته السيد قيس الخزعلي قال أي جهة تمثلني خابروا عليه وأنا أجيكم مباشرة السيد مقتدى الصدر قال لا يمثلني أحد من هو غير من ضبط لا يمثلني أحد ونحن نريد نحافظ على دماغنا سقطت عشرات القتلة في قطاع عشرة من الذي أسقطها من الذي أصابه 28 واحد دمره وقطاعه بكملة إن هؤلاء جهبناء ويعتبرون داعش وأشبه من داعش وأسواء من داعش هالذين دمروا قطاع عشرة ناس آمنة وقاعدة تخزنون الأسلحة داخل الحسينيات وداخل المساجد المختصبة هو طبعا الجامع حرام حرام بي المسدس تدخل تدخل بداخل الأسلحة وتخزن غير ذلك هذا كل محرمات وهؤلاء يحاسبون عليها وفق القانون أربع أرهاب ترجمة نانسي قنقر